شهدت مباراة غالاتا ساراي وضيفه ريزيسبور برسم الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري التركي عودة الدولية المغربي حكيم زياش للتباري بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب الوطني في خضم منافسات كأس إفريقيا للأمم بالكوديفور قبل أسابيع وشارك الزياش في المباراة كبديل حيث دخل في الدقيقة السابعة بعد السبعين من عمر الشوط الثاني وانتهى اللقاء لصالح فريق غالاتا ساراي بنتيجة ستة أهدف مقابل هدفين وبفضل هذه النتيجة عزز نادي غالاتا ساراي التركي موقعه في صدارة ترتيب الدوري المحلي بأسيد 78 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن أقرب مطارده نادي فنرباشي الذي يحتل الوصافة ويمتلك أفضلية مباراة ناقصة